موسيقى أسعد الله أوقاتكم أهلا بكم إلى نشهة المفصلة من الأنباء نبدأها بالعنوين شهيد برصاص الجيش الإسرائيلي في نبلس فجراً والاحتلال يفجر منزل لاسير أسامة طويل في المدينة موسيقى بعد فنزويلا ونيكاراغوا الرئيس الإيراني يحط في كوبا في ختم جولاته الأمريكية اللاتينية موسيقى الدفاعات الجوية والروسية تتصدى لهجوم أوكراني بالمسيرات فوق شبه جزيرة القرن موسيقى جوزيب بوريل يؤكد عدم تأييد الأوروبي لتطبيع العلاقات بين سوريا والدول العربية وتركيا موسيقى في خطوة ترمي إلى تطبيق الصين الكشف عن اتفاق سرياً بين الولايات المتحدة وبابا وغينيا الجديدة يمنح واشنطن حرية استخدام القواعد العسكرية فيها موسيقى مع دخول الاقتتال في السودان شهر الثالث الجيش يتهم الدعم السريع باغتيال والي غرب دارفور والأمم المتحدة تسجل مقتل أكثر من مائة شخص اشتباكات شمال الولاية موسيقى نستهل النشرة من فلسطين المحتلة حيث استشهد الشاب خليل يحيى الأنيس متأثراً بجراح أصيب بها خلال اقتحام قوة الاحتلال مدينة نبلس في الضفة الغربية المحتلة وبعد ساعات من الاشتباكات والتصدي عمدت القوات الإسرائيلية إلى تفجير منزل العائلة الأسير أسامة طويل وهو أحد قادة عرين الأسود بذريعة مسؤوليته عن قتل جندياً إسرائيلياً في منطقة شافي شمرون غربي المدينة قبل أشهر من جهتها أكدت والدة الأسير بعد هدم منزل العائلة أن الاحتلال واهم بشأن قدرته على كسر عزيمة الشعب الفلسطيني الكيان الإسرائيلي واهم بأنه يقدر يكسر عزيمة الشعب الفلسطيني هن هدموا حجر لكن عاجزين أنهم يقدموا عزيمة الشعب وإرادة الشعب إحنا أصحاب حق وأصحاب قضية رح نظل أقوى منهم أنا بأوجه كلمة لابني أسامة يا أسامة يا أسد الأسود أنت اللي انتصرت عليهم مش هن اللي انتصروا علينا ولا عليك أسامة آهر طولي بالك هن اللي انتصرت عليهم من آهرهم أصحاب هن عاجزين هن عاجزين من آهرهم هدموا البيت ما إذ رويل دم عزيمة لا أسامة ولا الشعب الفلسطيني ولا أهل أسامة ولا إخوة أسامة طولي بالك ولا تينوا ولا تحزنوا وأنتم من أعلى ونعنتم هذا الاعتداء جاء خلال عملية أمنية إسرائيلية استغرقت أكثر من ست ساعات تصدى لها الفلسطينيون ببسالة في مختلف أنحاء المدينة قوات الاحتلال استهدفت تواقم الإسعاب بالرصاص الحي ومنعتها من نقل المصابين هذا فيما اشتبك مقاومون مع جنود الاحتلال في أكثر من نقطة أبرزها مخيم العين حيث جرت تصدي للآليات العسكرية بالعبوات المحلية الصنع والنيران والحجارة هناك إصابات برصاص الحي تم نقلها إلى مستفى العربي لأن مستفى ربيدية محافظة تماماً وتمنع سيارات الإسعاب من البخول إلى مستفى ربيدية والوصول إليها هناك العديد من حالات الاختناق بالغاز بينهم أبطال وضع تم نقلهم أيضاً إلى مستفى المدينة المتاحة التي يمكن للتواقم التوبية وسيارات الإسعاب أن تصلها هذه العملية لا تقتصر فقط على هدم بيت الطويل وإنما أيضاً هي تحاصر كل المنطقة على واقع استمرار ارتفاع عدد الإنذارات من تنفيذ عمليات فلسطينية في الضفة تشير تقديرات المؤسسة الأمنية والعسكرية إلى أن الإجراءات الإسرائيلية وعمليات الاعتقال التي ينفذها الجيش الإسرائيلي فيها لم تحقق النتائج المرجوة في منع تصاعد العمليات الفلسطينية تقرير منال إسماعيل بالرغم من كل الإجراءات التعسفية والاعتقالات وعمليات التضييق على الفلسطينيين التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية لا يزال مستوى الإنذارات من شن عمليات فلسطينية هناك مرتفعاً بحسب محللين إسرائيليين هناك اعتقاد في المؤسسة الأمنية والعسكرية بأن عمليات الجيش في الضفة التي رأيناها في الأشهر الأخيرة لم تحقق النتائج المرجوة وبرغم من عمليات الاعتقال والمداهمات والتصفيات أحياناً فإن عدد الإنذارات من تنفيذ هجمات وعمليات إطلاق نار مستمر بمعنى آخر هم لم ينجحوا في تقليص مستوى العنف والإرهاب في هذه المنطقة عجز الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عن إحداث تراجع في مستوى العمليات الفلسطينية نابع برأي خبراء أمنيين من تغير الأسلوب والطابع الذين يستخدمهما منفذ العمليات الفلسطينية والذين يشبهان إلى حد بعيد ما خبره الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان نحن في فترة تصعيد في شمال الضفة وبالرغم من أننا نرى الجيش والمؤسسة الأمنية والعسكرية يعملان في منطقة نابلوس منذ أكثر من عام يشن كثير من الهجمات وبالرغم من دخول الشباك والجيش وشعبة الاستخبارات إلى عمق المنطقة واعتقالهم مخربين لكنهم لم ينجحوا وما زلنا نرى الكثير من الهجمات والعمليات لقد وصلنا في الفترة الأخيرة إلى وضع تتعرض فيه الجيبات العسكرية إلى عبوات ناسفة وهو ما يذكرنا بما وجهناه في لبنان ولم نرى له مثيلا في الضفة من قبل والجيش تحدث عن ذلك وعن تدريع أسفل آلياته في أعقاب هذه العبوات هذه المنطقة تتحول يوما بعد يوم إلى ما لسنا معتدين رؤيته في الضفة إلى ما يشبه ما رأيناه في لبنان وعلى وقع إخفاق الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في توفير الأمن للمستوطنين في الضفة الذين بات يتملكهم الخوف من مجرد التفكير في الوضع الذي وصلوا إليه برزت دعوات إلى ضرورة تغيير الحكومة الإسرائيلية أسلوب تعاملها مع الضفة بعدما أثبتت كل الطرق التي اتبعها الجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن حتى الآن عدم جدوها في كبح العمليات الفلسطينية في مصر وجه شيخ الأزهر أحمد الطيب دعوة عبر مجلس الأمن الدولي إلى وقف الحروب العبثية التي تستهدف شعوب الشرق الأوسط وحضاراته ووقف الهيمنة على المنطقة ودعا من خلال نقل مباشر من القاهرة إلى وقف الاعتداءات المنتظمة التي تشن على الحرم القدسي الشريف أتحدث عن مقدساتي ومقدساتكم في فلسطين وما يكابده الشعب الفلسطيني من غطرسة القوة وقسوة المستبد وإني لآسى كثيرا لصمت المجتمع الدولي عن حقوق هذا الشعب الأبي وإن كنت أقدر ما أقدمت عليه الأمم المتحدة في الخامس عشر من مايو الماضي من تذكير الضمير الإنساني بمرور خمسة وسبعين عاما على نقبة فلسطين المأساوية وأدعو من هنا مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالإسراع اليوم قبل الغد إلى إقرار دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس إلى الصين حيث جدد الرئيس شي جيم بينغ الدعوة إلى أن تصبح فلسطين عضوا كاملا أو كامل العضوية في الأمم المتحدة قال شيخ خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بكين إن المخرج الرئيس القضية الفلسطينية يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة كده استعداد بلاده لتعزيز التنسيق والتعاون مع الجانب الفلسطيني اليوم سنعلن معا أن العلاقات الصينية الفلسطينية ستصبح شراكة استراتيجية سيصبح هذا علامة فارقة في تاريخ علاقاتنا التي استمرت في الماضي وتتقدم إلى الأمام إن الصين على استعداد لاختنام هذه الفرصة لدفع تعاوننا الودي قدما في جميع المجالات وفي إيران استقبل قائد الثورة والجمهورية الإسلامية سيد علي خامنئي الأمين العامة لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخال والوفد المرافق له السيد خامنئي قال إن الكيان الصهيوني يعيش اليوم حالة انفعالية وهو في وضعية رد الفعل فيما فصائل المقاومة تتقدم بوعي وحكمة من جهتها أكد نخال أن الحركة خرجت من معركة غزة الأخيرة بفخر آملا رؤية النصر النهائي وتحرير القدس الشريف قريبا مثمنا دعم إيران الدائمة للشعب الفلسطيني إلى كوبا وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى العاصمة هافانا وهي محطته الأخيرة ضمن جولته في أمريكا لاتينية على رأس وفد سياسي واقتصادي طائرة رئيس حطت في مطار هافانا حيث كان في استقباله وزير الخارجي الكوبي برونو رودريغز باريا الذي أكد أن زيارتها ستسمح بموصلة تعزيز العلاقات الثنائية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الإيراني نظيره الكوبي ميجيل دياس كانيل اليوم قبل توقيع عددا من اتفاقيات التعاون بين البلدين من جهته رأى وزير الخارجي الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن كوبا وإيران رائدتان في تطوير التقارب الإقليمي الذي يمكن أن يوفر الفرصة لبعضهما البعض للمشاركة في التحالفات التي نشأت على جانبي الكوكب عبداللهيان وفي تغريدة له عبر تويتر أشار إلى أن التركيز ينصب على التعاون في المجالات التكنولوجية أو التكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا والطب والطاقة وفي مقابلة مع قناة تليسور اللاتينية قبل مغادرته نيكاراك وأكد الرئيس الإيراني أن الولايات المتحدة كانت ترى أمريكا اللاتينية حديقتها الخلفية إلا أن الأخيرة تتمتع الآن بالسيادة بفضل روح شعوب هذه المنطقة جرى تعزيز العلاقة بين إيران وأمريكا اللاتينية بعد الثورة الإسلامية وهناك نقاط وأهداف مشتركة بين الطرفين تنمية العلاقات بين البلدان الخاضعة للعقوبات الأمريكية تؤدي إلى مواجهة تلك العقوبات وإبطالها علينا أن نضع حدا لمحور الشر وأن نبني عالم التعددية وأن نضع حدا لهذا القمع ضد البشر نأمل أن يكون لدينا تعاون مع الدول اللاتينية والإسلامية المستقلة لإقامة نظام دولي لمصلحة الشعوب المستقلة يتوجه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان يوم السبت المقبل إلى طهران للقاء مسؤولين إيرانيين وفق ما ذكرت وكالة تسنيم الوكالة نقلت عن مصادر لها أن هذه الزيارة التي تأتي تلبية لدعوة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قد تتخللها إعادة افتتاح السفارة السعودية في إيران أشهد الرئيس فلاديمير بوتين بالعلاقات بين بلاده وكوبا مؤكدا أنها تتطور برغم الصعوبات بوتين أعرب عن سعادته بلقاء رئيس الوزراء الكوبي مانويل ماريرو كروز وأمل أن تكون مشاركته في منتدى بوترسبرغ الاقتصادي الدولي مثمرة مؤكدا أهمية تطوير التعاون بين روسيا وكوبا في جميع المجالات بما في ذلك الطاقة والسياحة وغيرهما من المجالات أنا سعيد جدا برؤيتك لا أعتقد أن هناك حاجة إلى تأكيد الطبيعة الخاصة والتحالفية لعلاقات بلدين التي تطورت منذ عقود عديدة وأنت تعلم أننا في روسيا كنا وما زلنا نتمتع بموقف خاص نحو جزيرة الحرية كوبا أعلنت القوات الروسية تسقط تسع طائرات مسيرة فوق شبه جزيرة القرم في منشور على تليجرام قال رئيس شبه جزيرة القرم سيرجي أكس يونوف أنه جرى إسقاط ست طائرات بواسطة قوات الدفاع الجوي وتعطيل ثلاث منها وإلغاؤها بواسطة معدات الحرب الإلكترونية أضف أن إحدى الطائرات المسيرة انفجرت في قرية دوكو تشايفو من دون وقوع ضحايا واقتصرت الأضرار على المادية فقط إلى ذلك شنت القوات الروسية صباح اليوم ضربة صاروخية وجوية استهدفت تجمعا للقوات الأوكرانية ومستودعات لذخيرة في كراسنو ليمانيسك فيما قصفت المدفعية الروسية كذلك وحدات اللواء الميكانيكي 63 التابعة للقوات الأوكرانية أثناء تحرك في منطقة تورسكو هذا وسمع دوي انفجارات في مدينتي أوديسا وخاركيب وفق ما ذكر الإعلام الأوكراني في غضون ذلك عرضت وزارة الدفاع فيديو لتواقم راجمات الصواريخ تورنيدو جي أثناء عملها في المنطقة العسكرية الغربية لتدمير أهداف القوات الأوكرانية ومواقعها قالت الوزارة أن القذائف الشديدة الانفجار لأنظمة الصواريخ مزودة بفتيل خاص وبالتالي فإنها تصيب مواقع العدو لدقة وتدمر موجة الصدمة والشضايا التي تتناثر مئات الأمتار من التحصينات المحددة ومراكز القيادة ومراكز الاتصالات ومختلف المستودعات على خط موازن أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني البانيزي أن حكومته ستمنع روسيا من بناء سفارة جديدة لها قرب البرلمان في كنبيرا بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي للبلاد البانيزي وفي حديث للصحفيين أشار إلى أن الحكومة طلقت تصائح أمنية واضحة جدا بشأن المخاطر التي يمثلها وجود الروسي جديد في مكان قريب لهذه الدرجة من مبنى البرلمان وسبق الحكومة الأسترالية أن حاولت إلغاء عقد الإجار هذا لكن محاولتها باءت بالفشل ستقدم الحكومة اليوم تشريعا لإنهاء عقد إجار الاتحاد الروسي للحضور الدبلوماسي المقترح بجوار مبنى البرلماني مباشرة ونتوقع أن يمرر هذا التشريع كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ويأتي هذا الإجراء بعد ختام فترة طويلة من الدعاوى القضائية بين الجانبين بشأن موقع السفارة على خط آخر يواصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون زيارة لروسيا تستمر ثلاثة أيام يترأس خلالها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين المنتدى الاقتصادي الجزائري الروسي لكن الملف الأبرز في هذه الزيارة هو الحصول على دعم روسي قوي لدخول الجزائر في عضوية البريكس بعد تأجيلها من شهر كانون الثاني يناير الماضي لاستكمال التحضيرات بدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون زيارة رسمية إلى موسكو في توقيت دولي وجيوسياسي حساس ومهم للجزائر وروسيا على السواء وعلى ديدني كل رؤساء الجزائر الذين حفلت كل زياراتهم إلى العاصمة الروسية بالقرارات والنتائج الحيوية يطمح الرئيس تابون إلى أن تكون أولى زياراته إلى موسكو نقطة تحول في مشروع الإقلاع الاقتصادي وخطة التموضع مجددا على خارطة صناع القرار الدولي نهاية العام الماضي تعهد تابون أن تكون أهم إنجازاته التي يقدمها إلى الشعب الجزائري خلال العام الحالي انضمام الجزائر إلى منظمة لبريكس الدعم الروسي الصريح والقوي في هذا الملف لم يكن بعيدا من ثقة تابون في قدرته على الوفاء بهذا الوعد المهم لكن لبريكس ليست العنوان الأبرز والوحيد في جلسات تابون مع بوتين والقيادة الروسية اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الثانية التي يجري الإعداد لتوقيعها ربما ستقطع الشك باليقين بأن الجزائر قد حسمت موقعها وموقفها من مخاض النظام الدولي الجديد الذي بدأ يتكون في هذا السياق من المفيد التذكير بتأجيل أو ربما بإلغاء زيارة الرئيس الجزائري إلى باريس التي كانت مقررة الشهر الحالي من دون إعلان الأسباب لكن الملف الأهم الذي غالبا مرتبط بزيارات القادة الجزائريين إلى موسكو وهو موضوع الصفقات العسكرية فغالبا لن يكون حاضرا في الجلسات العلنية ولن يجري الكشف عن الصفقات في البيان الختامي للزيارة وستبحث بين القادة العسكريين للبلدين الذين تجمعهما شراكة وتحالف استراتيجي عميق وتاريخي بدأ وزراء دفاع حل في شمال الأطلسي اجتماعا في بروكسل يستمر يومين ويركز على دعم أوكرانيا والجهود المشتركة لتخزين الأسلحة والذخيرة ومن المقرر أن ينضم إليهم وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف فيما من المتوقع أيضا أن يناقش وزراء الحلف كيفية تعميق العلاقات في السنوات المقبلة مع ريزنيكوف الذي تطمح بلاده إلى أن تصبح عضوا في الحلف إضافة إلى خطة دفاعية إقليمية جديدة ترميل الدفاع بطريقة أفضل عن أراضي الحلف في حالة وقوع هجوم عليها ترجمة نانسي قنقر أعلن مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزي بوريل أن الدول الأوروبية لا تؤيد جهود تطبيع العلاقات بين سوريا والدول العربية وتركيا بوريل في كلمة له أمام مؤتمر دعم سوريا في بروكسل أشار إلى أن عودة سوريا إلى الجامعة الدول العربية ليست الطريق التي كانت ستسلك الدول الأوروبية وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي سيواصل فرض عقوبات على الحكومة السورية مشيرا إلى أن الظروف الآن في الاتحاد ليست مواتية لتغيير سياساته تجاه سوريا حركة متزايدة للسوريين والعرب سجلت عبر معبر نصيب الحدود بين سوريا والأردن مراسل الميدين محمد الخضر زار المعبر مستطلع عن الأجواء هناك تكمل حافلات سورية وأردنية رحلات باتت منتظمة بين الرياض وعمان باتجاه دمشق عبر معبر نصيب تبدد الحركة المتنامية على المعبر صورة كرستها سنوات الحرب والقطيعة الرسمية بين العرب وسوريا صورة تجد صداها في وجوه الآتين وخصوصا السوريين إلى بلادهم إجراءات أمنية اعتيادية في مركز نصيب الحدودين زيادة في عدد نوافذ منح سمات الدخول وتسريع للإجراءات أمام الآتينة وفتح مراكز صرافة جديدة جاي من الأردن هون الحمد لله الطريق كانت كثير ميسر الحمد لله والوضع كله تمام صراح الوضع جدا مناسب وآمن والطريق جدا سهل الحمد لله الأمور كلها تمام والطريق ميسر والأمور بخير وأمان أنا دائما بروح وبنزل على الشام زيادة حركة الوافدين تراهن الحكومة السورية عليها ضمن انفتاح سياسي عربي متزايد على سوريا تريده دمشق ترجمة لما جرى التوافق عليه في جد وعمان والقاهرة لاحظنا الزيادة في الأعداد والوافدين خصوصا من الدول المجاورة والدول الخليج العربي عن طريق المعبر بشكل مستمر والأعداد تتزايد خلال فترة حالية بشكل رائع نحن نتمنى من جميع الأخوة المغتربين الوصول إلى هنا ونحن تم الاستعداد لتقديم الخدمات اللازمة وتسير أمورهم ضمن المعبر بسرعة كلي يزيد عدد الآتين عبر معبر نصيب على 1200 شخص يومية وتوقعات بتضاعفه إلى نحو 5000 شخص خلال إجازة عيد الأضحى كل المؤشرات ولا سيما الانفراجات السياسية على خط دمشق عمان الرياض تمهد لموسم قدوم حافل للسوريين والمصطافين العرب نحو سوريا موسم يتجاوز الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية إلى دلالات سياسية بالغة الأهمية محمد الخضر من معبر نصيب على الحدود السورية الأردنية الميادين في لبنان شهدت العاصمة بيروت تظاهرة احتجاجية للمودعين المطالبين بحقوقهم في المصارف اللبنانية الذين عمدوا إلى تكسير واجهات عددا من المصارف للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بيروت مرسلنا عباس الصباغ مرحبا عباس تفاصيل ما جرى اليوم معك وأبرز المطالبات للمحتاج نعم تحية لك ولمشاهدين الميادين الكرام بطبعات الحال هذا التحرك الذي نفذته جمعية صرخة المودعين كما تسمى هنا في لبنان هو التحرك السابع منذ بدء الأزمة ومنذ أن أحجمت المصارف عن إعادة الودائع لأصحابها طبعا هذا التحرك بدأ صباح هذا اليوم في العاصمة بيروت وتنقل المودعون بين المصارف وأحرقوا الإطارات المطاطية وكسروا واجهات هذه المصارف للمطالب بوديعهم معي أحد المودعين يعني السيد جارو الذي لديه وديعة في مصرف اليوم كان لكم تحرك هل وصلتم إلى مرحلة بأن لا يمكن استعادة الودائع إلا عبر هذه الطريقة أول شيء هذا سابعتين من مرة ننزل عكل الطرقات بكل بيروت وخارج بيروت اليوم نحن عم ننزل عم نطالب بودعينا نحن حطين مليون دولار هون ببنك على السلام تبع بسيل الحرامة والحرام الأكبر منه حاكم مصرف لبنان اليوم اليوم الناس بدأ مصرياتها اليوم اللي قابت جانا عمره اللي قابت تعويضه حطوا بالبق لا يعيش من وراء أرى طولوا ياهون في شيء وعود من أصحاب المصارف أيمتى ممكن ترجع هذه الودائع؟ ما في وعود وبيكسبوا علينا حكم مصرف لبنان جابول حتى ليتحكم عمل قاضي على الكدات سرع مصرفين في طريقة تانية لتستسجعوا الودائع؟ هلأ نحن كل يوم عنا تحركات اليوم هون بكرة ما حدا بيعرفين حسب الاتصالات اللي بتجي اليوم حكم مصرف لبنان هذا الحرام الأول بدوا يجوا يعملوا عليه كضاء بيعمل قاضي على الكدات بعدين هرب مصاري السياسيين عرت مصاري المدعين شكرا لك سيد جرب طبعا هنا هذه صرخة من الأصحاب الودائع هذا التحرك الذي بدأ صباح اليوم كما نرى تحطيم هذه الواجهات بطبيعة الحال القوى الأمنية حضرت لكن لم تتدخل مع المدعين واستمروا في تحطيم الواجهات لأكثر من مصرف طبعا هذا أحد المصارف في المنطقة هنا أكثر من مصرف شهد تحرك وتوعد المدعون بأن يعودوا إلى التحركات الميدانية علما بأن الحكومة تقول بأن هناك فجوة مالية يعني تفوق السبعين مليار دولار لا تزال تبحث عن حلول كيف ستعيد هذه الودائع إلى أصحابها ليس هناك من خطة حتى خطة التعافي المالية التي أقرت في الحكومة لم يصار إلى تنفيذها وتحدثت عن فترة زمنية لإعادة الودائع لكن قسمت الودائع بين ودائع مؤهلة وغير مؤهلة والتي تفوق المائة ألف دولار وما دون ذلك ولكن حتى اللحظة لا أفق لمعيار زمني وضع من أجل عودة أو إعادة الحقوق إلى أصحابها كل شكر لك عباس الصباغ مراسل ميدين كنت معنا من بيروت هذه النشرة مستمرة ولكن بعد الفاصل أهلا بكم من جديد أكدت الولايات المتحدة أن وزير الخارجي أنتوني بلينكين عاد تحديد موعد زيارته لبكين نهاية هذا الأسبوع المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قال أن بلينكين سيلتقي مسؤولين باريزين في الصين سيسافر الوزير بلينكين إلى بكين في الثامن عشر من الشهر الحالي لعقد سلسلة من الاجتماعات مع كبار مسؤولي جمهورية الصين الشعبية تندرج الزيارة في سياق المحادثات بين الرئيس بايدن وتشيف بالي حيث اتفقا على إبقاء القنوات مفتوحة ومنعي سوء التقدير وهو يتبع العمل الذي قمنا به منذ البداية وذلك لتقوية قدرة أمريكا على التنافس مع الصين وقبيل هذه الزيارة جرى الكشف عن انتفاق سريا أبرمته الولايات المتحدة مع بابواغينيا الجديدة يرمي لتطويق الصين وحصلت الولايات المتحدة على الحق باستخدام قواعد عسكرية في بابواغينيا الجديدة بموجب الاتفاق الذي أبرم في أيار مايو الماضي وينص الاتفاق الذي بقي سريا منذ توقيعه على أن بإمكان واشنطن نشر قوات وسفن في المطارات الرئيسة كما يتضمن منح واشنطن حق الدخول بلا عراقيل إلى المواقع من أجل تخزين مسبق لمعدات وإمدادات وعتاد وحق الاستخدام الحصري لبعض القطاعات في القواعد شهدت العاصمة الأردنية عمان تدريبا عسكريا مشتركا بين قوات أردنية وبلجيكية لمحاكاة عمليات مكافحة الإرهاب وفق بيانا للديوان الملكي الأردني أشرت التدريبات في مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب القوات الخاصة بحضور الملك الأردني ونظيره البلجيكي في إطار زيارة رسمية بدأها الأخير إلى عمان ويحمل التمرين المشترك اسم آجيل أبيكس 23 ونفذه عناصر من القوات الخاصة في البلدين اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع باغتطاف والي غربي دارفور خميس عبد الله أبكر واغتياله رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أشار في بيانا إلى أن والي غربي دارفور رئيس لحركة المسلحة استجابت لنداء السلام واستنكر اغتياله مشيرا إلى أن ما تقدم عليه أو تقدم عليه قوات الدعم السريع في مدينة الجنينة يعكس مدى الفضائع التي ترتكبها هذه القوات المتمردة بحق الأبرياء على حد تعبيره إلى ذلك أعلنت الأمم المتحدة مقتل أكثر من مئة شخصا في اشتباكات شهدتها مخيمات النازحين وحولها شمال دارفور المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليب بوغراندي كشف في تغريدة على تويتر عن ورود تقارير تفيده بتعرض النساء والفتيات في المخيمات لعنف جنسي أحذرا من تفاقم الأمر ما لم يتفق أطراف النزاء على وضع نهاية للقتال في البلاد إلى ذلك أعلنت مصر اعتماد تأشيرة دخول للمواطنين السودانيين الأتين إلى أراضيها بعد انتشار أنشطة غير قانونية بحسب بيان لوزارة الخارجية علما بأنها استقبلت أكثر من مئتي ألف سوداني منذ اندلاع الأزمة هناك خالد أبو عرب ليس بهدف المنع أو الحد من أعداد السودانيين الوافدين هكذا كان رد الخارجية المصرية بعدما فرضت مصر تأشيرة دخول على السودانيين الوافدين إليها إجراء تقول الخارجية إنه يرمي إلى وضع إطار تنظيمي لعملية دخول السودانيين إلى البلاد من خلال استحداث ضوابط تنظيمية تعتمد على التأشيرات الممكنة لمواجهة المخالفات التي لوحظت زيادتها خلال الفترة السابقة إجراءات الأخيرة التي اتخذتها مصر بفرض تأشير على كل السودانيين هذه الإجراءات كان سببها كما تحدثت السلطات عن أنه تنظيم للدخول وتطقيق للعناصر التي تدخل الأراضي المصرية بالتأكيد مصر تحتاط كثيرا لتسلم بعض العناصر الإرهابية الإجراءات المصرية الأخيرة وإن أثارت قلق البعض إلا أن السودانيين في مصر ينظرون إليها وفق مختصين بالملف السوداني باعتبارها إجراءات ضرورية ترمي في المقام الأول إلى حفظ الأمن المصري ومنع تسلل أي عناصر مخالفين أو غير شرعيين في ظل تزايد أعداد النازحين عبر الحدود المصرية هذه الإجراءات حتى بالنسبة للدولة السودانية هي مهمة خصوصا أن هناك عدد من المجرمين تم إطلاق صراحهم عبر ميليشيات الدعم السريع فبالتالي كل هؤلاء السجناء بكل تأكيد سوف يخرجون عن السودان ليهربوا من الأحكام لاحقا عندما يستتبى الأمن في السودان فبالتالي حتى بالنسبة للسودان يريد ضبط هؤلاء كي لا يخرجوا خارج الحدود وكانت مصر قد استقبلت أكثر من 200 ألف سوداني منذ اندلاع الأزمة لتصبح من أكثر دول الجوار استقبالا للسودانيين ويضاف إلى تلك الأعداد نحو 5 ملايين سوداني يقيمون ويعملون في مصر قبل بداية الأزمة تفتح مصر أبوابها أمام الجميع لكن إجراءاتها الجديدة التي اتخذتها بشأن النازحين السودانيين تستهدف وضع إطار تنظيمي لدخولهم على نحو يضمن وصولهم إلى مصر بطريقة آمنة ومنظمة ولمواجهة أي أنشطة غير قانونية خالد أبو عرب القاهرة الميادين إلى اليمن حيث تنطلق يوم السبت المقبل رحلات جوية مباشرة تقل حجاجا من مطار صنعاء نحو السعودية المرة الأولى منذ عام 2015 بحسب ما أعلن مدير مطار صنعاء خالد الشايف من جهة ثانية أعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة في صنعاء عبدالقادر المرتضى استئناف جولة وفاوضات جديدة بشأن ملف الأسرة يوم الجمعة المقبل في العاصمة الأردنية عمان برعاية الأمم المتحدة بهدف إيجاد حلول للعرقيل والإشكاليات التي حالت دون تنفيذ بقية الاتفاق السابق في نافذتنا على القدس نلقي الضوء على كنيسة القيامة في القدس المحتلة والتي تضم القبر المقدسة وصليب السيد المسيح إضافة إلى أثار مهمة تعود إلى القرن الرابع الميلادية تفاصيل مع هنا محميد من نسبة لقديسة القيامة كما تعلم هي قلب وشريان الدين المسيحي الروم الأفلوكسي خاصة والمسيحي عامة فيها هناك صليبة سيد المسيح هناك قبر السيد المسيح القبر الحياة أماكن مكان أين وجد الصليب المكرم والمسؤول عن كنيسة القيامة ثلاث طوائف الروم الأفلوكس والفرسيسكان والأرمن حول القبر المقدس تجتمع جنسيات وقوميات الدنيا وتحت صقف أقدس الكنائس في العالم يجتمع الدين والتاريخ والإنسانية تشهد الكنيسة منذ سنوات عديدة أعمال ترميم خارجية وداخلية انتهى ترميم القبر المقدس الذي يشهد أهم الطقوس الدينية خلال عيد الفصحي قبل نحو خمس سنوات ويزور الكنيسة بحسب التقديرات الكنسية نحو مليوني زائر في العام لما بدخل كنيسة القيامة بحس انه شفت المسيح جوايا او لبست المسيح لانه المسيح ساكن في كنيسة يعني شي مش هين او مش صغير ده كنيسة القيامة دي معنى كبير وحاجة كبيرة بنت الكنيسة الامبراطورة هيلانا في مطلع القرن الرابع الميلادي منذ ذلك الوقت تعاقبت حضارات كثيرة على القدس وتركت هنا اثارها من عمارة وايقونات لا تقدر بثمن بملاسقة الكنيسة بنيت ايضا كنائس واديرة لطوائف مختلفة لكل منها قدسية تتصل بالقيامة هون كنيسة عادية شافعتها الملكة هيلانا وزي ما قلت لحضرتك اكتشفت البيل الهات ده وبعدين بنت منه وكنيسة الايامة كلها هناء محميد القدس المحتلة الميادين نبقى في فلسطين ايضا وما حكايات الصمود التي لا تنتهي فحتى موسم حصاد القمح في قطاع غزة يمثل مناسبة لتأكيد تمسك الفلسطينيين بارضهم فيه ولسية ماء الحدودية منها برغم كل محاولات الاحتلال اقتلاعهم منها احمد غانم محاولات الاحتلال الرابية لاقتلاع المزارعين من اراضيهم الحدودية تثبت فشلها مرة بعد اخرى امام صمود المزارعين وتمسكهم بها باعتبارها عنوانا مركزيا للصراع مع الاحتلال كانت زمان كلها جاتون وزمان يعني قبل 20 سنة وجرفوها وضعنا 60 عليها سنة نزرعها جمح الحمد لله ربنا عوضنا خير وسنة نزرعها جمح عشان بس ما افرط فيها لما ما بتطلع الى داخل مادي ولا ايش بس الى الثوابت سابتين فيها لان عمي وجد وعبائي وصوني فيها احنا والله بنيجي رغم بردك الطخ والقصف علينا بدلنا نزرعها وبدلنا صامدين في البلاد حتى ما يأخذوها مننا مادي ارض جدودنا وارد بلادنا مستحيل نتفرط فيها مستحيل والله حتى باجي يعني من غير موسم حصيد وادة باجي باقعد تحت الجزر بطني قاعدة لاني ارضنا ملكنا ملكة باءنا وملكة اجداد وظن نزرعها وافلح فيها لعد ما موت وبقص ولادي 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 وكانين يجوا وزرعوا وكلهم بيحبوا الارض والله أنا بحط فيهم حب الارض هاي الارض يعني ورثناها عن طريق الاجداد اجداد اجدادنا يعني ان شاء الله هالضل مننا لأولاد أولادنا بسير فيها تجريف تجريف يعني اشي وارد هذا جدا والطخ علينا اشي وارد يعني شبه يوم الطخ بس ولكن مستمرين في أراضينا هالضلل لان هذا ارضنا حقنا ما منتشيبه لحد انه يعني ياخد يستولع حقنا هذا الارض حق اجدتنا من اجداد اجدادنا كيف نفرط فيها احنا احمد غانم غزة الميادين نختم هذه النشرة مع اخبار الاقتصاد ومع عبدالله ظاهر مرحبا عبدالله مرحبا يارا ما هي ابرز الاخبار ابرز الاخبار ما قاله رئيس لجنة الدوم الروسية للأسواق المالية قال ان بلاده اي روسيا ومصر والامارات العربية المتحدة سوف يقومون بالتبادلات التجارية بالعملات الوطنية اي مزيد من تهميش الدولار نعم التفاصيل هذا الخبر والاخبار الاخرى معك شكرا اهلا بكم اعلن الموظفون في شبكة بي بي سي عربية في مصر اضرابهم التام عن العمل يوما واحدا بسبب قلة الاجور والرواتب وعدم مراعاة الادار ارتفاع تكلفة المعيشة وغلاء الاسعار وبحسب صحيفة واشنطن بوست فقد اصرت هيئة الاذاع البريطانية العامة على دفع رواتب الموظفين بالعملة المحلية التي فقدت كثيرا من قيمتها وتميز الشبكة في المعاملة والرواتب بين مكتبها في مصر وبقية المكاتب العالمية التي شهدت زيادة في الاجور بما يتلاءم والاوضاع الاقتصادية كشف رئيس لجنة مجلس الدوم الروسي للأسواق المالية اناتولي اكساكوف ان بلادها ومصر تجريان تعاملات بالعملات الوطنية وان موسكو تجري محادثات بهذا الشأن مع ابو ظبي واضف اكساكوف ان نسبة الدولار تقلست في تداول العمولات الدولية خلال عامين من 70% الى 60% متوقعا ان تتجه دول كثيرة الى التبادلات التجارية بالعملات المحلية بسبب سياسة العقوبات الامريكية نزل الالاف من موظفي الصيدليات الى شوارع برلين احتجاجا على اداء الحكومة مطالبين بزيادة الاجور وتحسين ظروف العمل واغلغت الصيدليات الالمانية ابوابها امام المواطنين معلنة الاضرابة كسائر القطاعات الاخرى التي تتظاهر منذ عدة اشهر للمطالبة برفع الرسوم الثابتة على كل دواء موصوف وهي رسوم لم تجري زيادتها منذ عشر سنوات وبسبب التضخم انخفض عدد الصيدليات الى 18 الفا وهو ادنى مستوى منذ اكثر من 40 عاما قررت لجنة السوق المفتوحة في المجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي تثبيت اسعار الفائدة على الاموال الفيدرالية من دون تغيير ليوافق بذلك توقعات الاسواق واضح الفيدرالي ان لجنة السياسة النقدية صوتت بالاجماع على تثبيت اسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 5% و5% بفاصل 25% وتوقع الفيدرالي رفع الفائدة حتى نهاية العام الحالي بواقع 25 نقطة اساس خفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الرئيس الى 2% بفاصل 65 كما ضخ 33 مليار دولار في الاسواق المالية وقال البنك المركزي ان المرة الاخيرة التي خفض فيها سعر الفائدة على القروض يعود الى شارئة بغصص من العام الماضي ويأتي هذا القرار بعد ايام من خفض الفائدة على الاقراض قصير الاجل للمرة الاولى في عشرة اشعر في محاولة لاستعادة ثقة السوق هذا كل ما لدينا من اخبار اقتصادية شكرا لحسن المتابعة عودة لك يارا شكرا جزيلا لك عبدالله ظاهر على هذه الجولة شكرا لكم مشاهدين على المتابعة دائما المزيد من الاخبار وتقارير تجدونها على صفحات الميادين نت باللغات العربية والانجليزية والاسبانية الى اللقاء اشتركوا في القناة